السلام عليكم اهلا وسهلا بكم كنتمنى من كل قلبي تكونوا في اتم الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا فيديو نهار اليوم اليوم غدي نتقسم معكم حلوة اللي تقدروا توجدوها في اخر ساعة او في اخر دقائق هاد الحلوة هادي كتجيزوينة بمكونات سهلة وبسيطة واقتصادية فبسم الله وعلى بركة الله غدي نحتاجوا 200 جرام ديال الكوكو اللي محمر بالقشر دياله ممكن الكوكو تعودوه باللوس الكوكو ضروري يكون محمر جيدا وغدي نطحنوه مزيان كل ما تطحن يكون احسن كتحصلوا على نتيجة احسن من بعد مطحننا الكوكو غدي نحتاجوا ايضا جوج باكية ديال البيسكويت اي بيسكويت كان متوفر عندكم المربع او المدور مجموعة ديال البيسكويت 170 جرام تقريبا الكمية ديال البيسكويت والكوكو كتكون قد بعضياتها كوكويت بنفس الشكل كيتطحن اخوات اللي ميتوفروش على المطحنة في الحكاكا كيتحكم بزيان كتحصلوا على نتيجة زوينة فهذا هو الكوكو 200 جرام و 170 جرام ديال البيسكويت تقريبا الكمية كتكون تقريبا قد قد كان غير 30 جرام ديال الفرق جمعوا بالياغورت كراميل او شوكولة اللي يعجبكم فانا غدي نجمع بالكراميل هذا الياغورت هذا كل علبة فيها 85 جرام والحلوه ديالكم يعني مادم غدي نجمعوها بالياغورت ضروري تشوفوا التاريخ وتعقلوا عليه لان الحلوه ديالنا كتبقى صالحه على حسب التاريخ ديال الياغورت فمثلا انا عندي اربعة في الشهر يعني اربعة في الشهر خصني نكون استهلكت هاد الحلوه غدي نخلط جيدا وكل علبة فيها 85 جرام هاد العلبة هاد ديال درهم ونصف اذا كان ديال درهم غدي تخد تجمعوا الحلوه ديالكم بتلاتة ديال العلب ديال درهم اذا كان العلبة ديال جوج درهم قدار يعني مش مشكل قدار ترفض لكم جوج علب يجيكم نحليوه شي شوية مزيدة الكراميل او هكي يبقى شي معلقة مش مشكل بما ان البيسكوي استعملت بسكويت ديال الاطفال كيكون ناقص الحلوه غدي ندير معلقة ديال العسل او جوج معلقة صغيرة انا عبرت بالمعلقة صغيرة وغادي نوضع الكراميل فالعسل كيبقى اختياري اه الاخوات اللي ما كيبغيوش الحلوه او لا الاسر ديالهم ما كيبغيوش الحلوه نهائيا فهاد الحلوه هادي سكوي ممكن تستعملو بسكوي المسوس وكتشكلوا الحلوه ديالكم كويرات وكتدوزوا بدل الشوكولات الحلوه كتديروا الشوكولات المرة اللي كتكون بدون سكر غدي نجمع الحلوه ديالي فاجوج عوضة ديال ياغورت كراميل كيجيوني مع الحلوه هي هاديك وما كتجيش نهائيا هاد الخلطة حلوه وخا كنجمعو جوج معلقة ديالي حزل فهما هادو جوج علب ديال ياغورت هما باججمعات غدي نخلي الخالط على جانب وغدي ندوب الشوكولات فالشوكولات اللي كنستعمل عليها بزف ديال الاسئيلة سواء في يوتوب او في الفيسبوك فهادي هي الشوكولات اللي كنستعمل فكنستعمل غالة زوينة بزف خدمت بها جميع الحلويات ممتازة السر ديالها انه فاش تبغي تدوبوها الاناء اللي تدوبو فيه ما يكون فيه ولا نقطة من الماء وتدوبوها في حمام مائي واللي عندها الميكرو ووند او الفرانسخون فغير توضع هكا الشوكولات في شي ايناء وتوضعو فيه فكتدوب غزالة غدي ناخد الاقتراح الاول غدي ناخد مولد سيليكون خديت هاد المربع خدو اي مولد سيليكون عندكم وغادي ناخد فواكيه المعسلة وغادي ناخد القطع ديالها القطع اللي صغر كنحاول نقسمهم هكا على قطع صغوري وكنوزع هكا يا في القلاب ديال السيليكون اذا ما كانش عندكم فواكيه معسلة وعندكم ذاك الحلوة ديال الاطفال اللي كيكونوا هكا مفندين في السكر حتى هما كيجيوا مزيونين فوزعت هكا المول جيدا كانت من الصورة تكون واضحة الشوكولات ديالي دابت غادي نملأ بها الاسفل فبالنسبة للتمن ديال هاد مولد سيليكون فالتمن ديال هم خمستاشر درهم وكينين اخوات اللي كتبو لي يلقوهم بثلتاشر درهم يعني التمن ديال هم دابا في الاسواق مناسب ومتوفرين بكاترة في الاحجام وفي الانواع وشكلات اللي بغيتو فكين بدان نرفض الشوكولات وكيندر واحد طبقة ارقيقة ديال الشوكولات ماشي ما كان غطوشي كنخليو في نديرو الخليط ديال الكوكو والبيسكو والكراميل كنحاولو نغطي وغير على الفواكه المعسالة بهات الشكل حاولو تركزو على الجوانب ومن بعد هكا ما كتملقوه مره مره حرقوه باش ديالك شكلات كيوصل للجوانب وكيجيو مربعين مقدين دابا غادي نحركها جيدا ونوضعها في تلاجة اذا وضعتوها في المجمد فجوجت قاياك تكون شدات راسها مزيان واذا وضعتوها في تلاجة من تحت خليو هادك خمسة ديال دقايق من بعد كناخد الحلوه ديالي يعني الخليط ديال الحلوه كنبدا نشكل كويرات ونوضعهم هكا على الشوكولات البيضاء وكنضغط جيدا بالاصبوع ديالي بحيث تشكلها هكا واحد المرسو مربع قد الشوكولات اذا بغيتو طبقة تكون غليضة ديال هاد الطبقة ديال الحلوه فغادي تشدو الايطار يكون قد هاد الشوكولات وتطلقو هاد الخليط ديال الحلوه فوق بلاستيك وتقطعو بالمربع اللي يجيكم قد الشوكولات ومن بعد كتدهنو دك الطبقة ديال الحلوه بشوية ديال الشوكولات وكتبته او تديرو بهات الشكل هادا من بعد ما قديت وعمرت السيليكون كامل غدي نغطي بلاستيك وغدي نضغط جيدا باليد ديالي وغدي نوضعها في الثلاجة نشد لي راسها مزيان وان شاء الله نقدموها معا بعض اقتراح التاني اللي غدي نتقسم معاكم هو في الكويغطات لان الكويغطات كيكون متواجدين عند الاغلبية لهذا كندير دائما السيليكون والكويغطات غدي ناخد الكويغطات من الحجم المتوسط وغدي ناخد الحلوه ديالي الخليط ديال الحلوه وغدي نشكلها كويرات بهات الشكل ونوضع في الكويغطات فالكويرات انتو ما كنت تحكموا فيهم صغار ولا كبر انا عملتهم موين وماشاء الله يعني الخليط الحلوه اللي اعطيتكم واخه ماشي كتير حاجات بالقاطة انا عملوا بيسكوي تديرو انا ازدار المائية وتجمعوها بأين الوج و من يعني مشكلة اللي أفضل في الان ما كننا نعمار الكويغطات ديال الحلوه حتى كنكمل الخليط فهه في الخليط فهنا كان كانت مشكلة يا ممين في السليكون في هذا الاسكت 지금까지ện تديره ولأن دياليكل شويلة اضع شوكولة بشوكولة السوداء فكرتينين في ماء اضع شوكولة مزينة النصف الآخر الشوكولات المتبقية اضطت لكوكو مهرمش وزينته بهذا الشكل اختيار تزينه بشوكولات السوداء او البيضاء و الحلوة اليوم بعد ماشدت راسها جيدا في لمول سيليكون سوف نحيدها بهذا الشكل و هذا هو الشكل يجي واحد الشكل اللي مزيون بزاف و يجي تماما بحلها كشي طارت ماشي حليوات ذاك الفواكه المع السلك يعطيه واحد اللون مزيون مع الشوكولات البيضاء بهذا الشكل نحيده من القوالب ديال السيليكون دائما دخلوا اليد ديالكم من الأسفل و ضغطوا الفوق باش كتخرج لكم مقدة غادي نحضروا واحد تعريكة اللي تقدروا تستبدو منها للصابلي ديالكم والحلويات اللي كتبغيوا تعمروهم فكن اخوض المربى ديال الفريز او للمشماش اي مربى عندكم در ثلاثة ديال معلقة ديال المربى زيط لهم جوج معلقة ديال السكر سقيل او سكر غلاسي عدي نخلط جيدا و غادي نوضعهم فوق النار نفس الشي غادي تديرو اذا درتوا المربى ديال المشماش دائما ثلاثة ديال معلقة ديال المربى معجوج معلقة ديال السكر غلاسي او كنوضعهم فوق النار مع التحريك المستمر دا بغيتوا اللون زايد كتزيدو النكهة ديال او ديال الفرنبواز او ديال الحب الملوك او ديال الفريز تكون هكا في الاحمر بشك تعطينا واحد اللون اللي مغلوق حتى المربى بوحدته يجي اللون دياله مزيون فانك هكا تبقى غير اختيارية من اجل اللون فقط كنبقى كنحرك كنحرك لمدة ديال ثلاثة ديال دقايق نار مهيلة حتى يصبح الخليط به هات الشكل خليط اللي جاء مع راسه ومتجانس بشكل جيد هات التعليك هادي كتجي ممتازة كتبقى تابتاليكم مزيان فوق الصابلي او زوينة تلمدق ديال هكي جبنين غادي نملأ الفراغ اللي بقى لنا فالشوكولا به هات الشكل كنقات جيدا ممكن تزيدو تزينو بالعقيقة اختياريين لكن غير هكا يعني ذاك التعليك بوحدتها كتجي زوينة اخوات اللي بغاو يزينو بالكراميل كتاخدو كراميل انا اخديت نسلي كراميل كنعملها كمعلقة منو في هكا في اي انا وكنزد لي واحد المعلقة ديال الماء تنوضعون فوق النار حتى كيخفف لي به هات الشكل وكيغلي وكنزين به كيبقى ايضا شد راسه ومزيان فالفلاطو ديال الحلوى ديالنا هو هذا هذا يعني ربعه ديال تزينت كله تزين بوحديته لكن الخليط والمكونات كيبقى وحدين فكتجي واحد الحلوى اللي زوينة بزاف متيولة حلوى حلوى صادية وزوينة وتقدروا تحضرها حتى الاخر ساعة والحلوى ديالنا اللي درنا فلمول سيليكون بالفوكيل المعسلة والشوكولة البيضاء كتجيب هات الشكل هذا فالكاراميل كيبقى شد راسو زوين دائما الكويغتات متضعوش فيهم الحلوى مباشرة هادولي كيكون فلمول سيليكون دائما ديروا واحد نقيطة ديال الشوكولة او نقيطة ديال الكاراميل باش كتبتليكم وما كيبقى شدك الكاغيت كيتحرق والحلوى اللي درنا فالكويغتات كيجيب هات الشكل هذا كيجيشكي يلمزيون بزف رائح زوين كتجي الحلوى ديالنا مع الكوبينينا بزف بزف بالبيسكويت والكراميل اللي كان عاود نأكد عليه قبل ما تحضرو هاد الحلوى داروري تشوفوا التاريخ ديال العلب ديال الكاراميل باش هكا يعني كتستهلكوا الحلوى ديالكم قبل ما ينتهي التاريخ وداروري تحتفظوا بها في التلاجة ماشي خرج التلاجة فكنتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الحلوى وتحضروها فعلا كتستحق تجريبة كنتمنى لكم دائما وابدا دوام الصحة والعافية لكم والحبابكم والكل عزيز وغالي على قلبكم كنتمنى لكم عواشر مباركة مسعودة تدخل عليكم الصحة والسلامة وبكل ما كتمنى ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة